موسيقى نهاركم سعيد مشاهدينا ليوم الثلاثة تسعة تموز الفان واربا وعشرين مرة تانية بحلقة تانية بعيدا من السياسة ومشاكلها وهمومها والتعطيلات واللا أفق فيها والكيديات يلي بعدها ترجع بتتظهر بياخدوا بريك وبيرجعوا من أول وجديد بيراجعونا لنقطة السفر بكل الملفات الشائكة يلي عم نعيش على واقع بهيدا البلد أيضا نصلت الضوء على دور المرأة في لبنان وبمجتمعنا بكل المجالات المرأة الرائدة في كل شيء إن كان في القطاع الخاص أو بالقطاع العام ولكن للأسف في الشأن العام لا تأخذ حقها ليس منذ اليوم إنما منذ عقود صحيح إنه مطروح موضوع الكوتا النسائية بالبرلمان بنسبة 30% صحيح هناك من يعارض هذا المبدأ باعتبار إنه المرأة لا تحتاج لمن يعطيها 30% إنما هي متساوية مع الرجل ولكن بتركيبة مجتمع زكوري للأسف مثل مجتمعنا نحن بحاجة لنقطة انطلاء و30% هي نقطة الانطلاء لنوصل بعدين مش لـ 50% يمكن أكتر يمكن هنا يصيروا 30% والسيدات يصيروا 70% بحلقتنا اليوم بدي رحب بالستة أسمهان زين الرئيسة التنفيذية لشركة أرضي أرضك أهلا وسهلا فيك مدام أسمهان بدي رحب بكورين أيام رئيسة الرابطة اللبنانية لسيدات العمل أهلا وسهلا فيك كورين معكم رح نناقش بداية من الكوتا شو رأيكم بموقع المرأة بالشأن العام المرأة اللبنانية هي حاجة لابد منها هي فينا نقول هيك إماست خاصة ببلد مثل بلدنا وبتركيبة مثل تركيبته مع كل الاعتبارات بإدارة الشؤون العامة بالبلد وصولا طبعا لنجحاتكم على المستوى الشخصي مدام أسمهان شو رأيك باللي أنا قلته مش لازم فعلا نصير الأكترية نحن لا لا أهلا صباح خير هو دايما بالمجتمع تبعنا في سوق فهم لموضوع المطالبة بحقوق المرأة المطالبة بحقوق المرأة تعني المساواة بالحقوق بالواجبات بالفرص بالعمل بالفرص التقدم فرص الانتخابات النيابية فرص الوزارة في شي نواهتي عنه ندا صدري أكيد مهمة كتير أنه المرأة بالقطاع العام ما نأخذ حقوق كان لي حظ كبير أنا من شي أربع سنين عملنا دراسة عن المرأة بالبابليكسات بالحق للعام وشو إنجازاتها وشو عملت وشو حقوقها وشو اللي نقصها اكتشفنا أنه هي ما عم توصل يا سيدتي لأنه السياسيين والوزراء اللي بيجوا ما بيعطوا فرص لهالنساء اللامعات اللي هني مميزين بالمعرفة والعلم والقبرة طي يتطوروا ويوصلوا بيجيبوا دايما الكونسلتنس تبعولهم والأدفايزر تبعولهم ومن ثم بعينوا مدراء عامين اللي هني بدوني يهن سوو اوتوماتيك للمرأة بالقطاع العام اللي هي تعمل ولازالت لهلأ ما بتتغيب محرومة حقوقها وواجباتها اللي لازم تعملها كمان بدي نوه بموضوع آخر إنه نحنا ندعو للمساواة بدون شك نعم نحنا مش عم نقول من أن ناخد محل حدا نحنا ندعو للمساواة بالحق بالقدرة بالمعلومة بالعلم بالكفاءة هيدا اللي عم ندعو إله 30% هي أقل شي ممكن نطالب فيه هو الحق المضبوط لازم نكون أكتر بالنسبة بس بدك قليلة وقف لا 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 تفضلي تفضلي عم نسمعك بالنسبة لأنه خريجيات الجامعات نادا وانت بتعرفي نسبتهم أكتر من نسبة الشباب اللي بيتخرجوا من الجامعات في لبنان وهيدا ما بيعطيهم الحق أن يكونوا يوصلوا لمراكزهم ولحقوقهم مطلقا بدون أي جهد حق هيدا مطلب مش مطلب هيدا حق متسب لازم يكون أداش المرأة كورين بالقطاع الخاص يعني هيك كاسرة الميزان متقدمة رائدة ناجحة تتصدر ببعض المواقع ولكن بالقطاع العام مثل ما قالت مدام أسمهان يعني هيك ممنوعة لأنه هن قابدين على القرار وعلى السلطة وعلى قدرة التعيين وتعيين من يريدون بعيدا من الكفاءات بكتير من الأحيان خلينا قبل بس بدأ جيد شاهل على الموضوع اللي حكيته ست أسمع على الكوطة 30% اللي عم نطالب فيها اليوم هيدا مشروع منوش جديد هيدا مشروع تنفذ بالبلال العالمية من زمان يعني بالنوروي ب2003 حتو كوطة 40% بكندا بال2006 حتو كوطة 50% لوجود النساء على مجالس الإدارة بلجيكا 2011 33% فرنسا 2011 40% وهلو ما جرا في عندك أستريليا عندك كاليفورنيا عندك يوكي هيدا موضوع عالمي والليوم إذا ما منعمل شي الجندر جاب نحنا رح يبقى يعني بدنا 150 سنة بعد اليوم بسي رعنا مو ساواد بين الرجل تحكي باللبنان هي بالميناء بس بتخير لبنان بركي منوطلع كم سنة زيادة بشأن هيك ما فينا نترك الموضوع على ستاندستان هلا رح أعطيك أيرقام عم نحكي عن الكتاع الخاص وعم نحكي عن الربريزنتيشن طبع المرأة بالسياسة بس اليوم كميل كتير مهم نضوي على عدد النساء اللي موجودين على مجالس الإدارة طبع الشركات اللي موجودين على لستدعى السوق بيروت لأنه جمالا سوق الأسواء المالية هنا الربريزنتيشن طبع الإيكونومي طبعا صحيح اليوم إذا بس منطلع بالموجودين في عنا تسعة شركة تسعة شركة تقلست اليوم بس ثلاثة منهم عندهم ومن ربريزنتيشن على مجلس الإدارة طبعا يلي هنن هولسيم بيمو وبانك عودي البقية كلهم كلهم are all men يعني اليوم عنا تسعة شركة لستدعى سوق بيروت في عنا تنينة وستين منصب لمجلس الإدارة تسعة وخمسين بالمئة منهم هنن للرجال وعنا بس أربعة للنساء سوال الأرقام كتير كتير صغيرة في شغل كتير لازم من عمال الـ IFC بال2006 بال2009 طلعوا أرقام أنه الـ Women Representation بلبنان 14% وبتخير هذا الرقم اليوم نزل لتحت الـ 6% ليش؟ لماذا بده ينزل؟ على بدل ما يكون عم بيزيد ما بدنا ننزل الأزمة اللي صارت بلبنان يعني الأزمات الأزمات سنة عن سنة يعني من 2018 لليوم يعني بتعتبر الكوتا هي بداية لأذا بدك إعادة انطلاقة المرأة ويبنى عليها للاستمرار إلى الأمام أكيد وأنا ديما نحكي أنا وأسمع أنه قبل ما نحكي على التنوع الجندرة على مجالس الإدارة كمانا لازم الشركات تفهم بالحوكم اليوم بالكوربرت جوفرنانس اليوم مجلس الإدارة لازم نفهم شو صلاحياته وشو أهميته اليوم لتطور هيدو الشركة اليوم مجلس الإدارة ما أنه جاي يدير شركة اليوم مجلس الإدارة الجاية يشرف على حسن إدارة الشركات بكل شفافية تحافظ على مصارح نستثمرين وحتى نقدر تأبتميز هذه التركيبة لازم يكون الأكسبرتيز دايفرسفايد ومنون الجندرة صحيح هوني نحنا فتنا بأصل بالموضوع إذا بدنا نحكي الكوطة 30% لأنه بعد عندي سؤال علي وبعدين بدي فوت على كل تخصص وكيف هو دوركم كها سيداتنا تخصصات نعم تخصصات كل تخصص تقلق لي لأنك الواحدة فينا حاملت لك سبعة باتخاط غريب بمجتمعنا وهيدا موضوعني قاش دايما أنا هيكي يعني بزعج شوي في المجتمع الزكوري أنه سيدة اللبنانية بيكون فعلا عندها تخصصات وقعبة والرجل مربحنا جميلة بتخصص واحد بدأ يرجع موضوع ثلاثين بالمية أكيد أنتم تابعين هذا الموضوع ونتذكر كتير منيح وقتها كان مطروح كان في كتال نيابية منعت إقرار الكوتا النيابي النسائية بقانون الانتخابات لا اعتبارات مجتمعية طب ما هون كيف تكون تكسرو هيدا التابوية اللي بيفرض مثل حق النقد مثل الفيتو بدي وضح لك شي الكتال النيابية اللي رفضت الكوتا تتفاجأ مش الكتال اللي هن متعصبين دينيا والكتال تعتبر حالها من المتحررين صح في من اتنين نعرف معرفون فشي بيفاجئك صراحة ليه برأيك لأنه باعتقد أنه بيعتبروا أن المرأة ما بتجيب أصوات كافية لتوصل للمراكز السياسية والنيابية وهذا اعتقاد خاطئ شفتيلك شي حزب من اللي رشح كل هالعالم لوائحه إجا هو ضغري بدون أي طلب ولا رشح نساء على لوائحه يعتبروا أنه المرأة ما بتجلب مع أنه المرأة هلا هي عصب كل شي عامر بهيدا البلد عامر بسبب عمل المرأة كيف؟ لأقلك لما صاروا انفجار يا لطيف يا ربط ناجينا 2020 أربع أب أربع أب مين اللي كان عم يشتغل مين اللي نزل التيم تبعه والعالم والشباب والصبايا بعدهم لهلأ جمعيات جمعيات هلأ ما تقليل في جمعيات أكيد يركبوا عن الموجة بس في جمعيات بعدهم لهلأ بيشتغلوا بقيادة نساء وعم يشتغلوا منشان شو أثبت تحسين البيئة تحسين الكميونيتي المجتمعات دراسة حاجات المجتمعات شو لازم يعملوا على صعيد العلم على صعيد البناء التحتية على كل الأصعاد هول النساء ما حدا بنوه عنهم في شي نايب بيطلع بيقول والله نحن نشكر المجتمع المدني الفلاني أو الجمعية الفلانية لعملها لا لأنه ما عندهم انتماءات سياسية هن بدهم كل النساء اللي بدهم يفوتوا على المجلس النيابي يكونوا تحت خيمة السياسيين فينا نعطي وننوه أن المرأة معظموا النساء بهاي البلد ما بيطبعوا للسياسيين لأنه نساء البلد عانوا بولادهم وبأحفادهم وما حدا بقي منهم بالبلد واللي استشهد واللي فعلوا ما بدوا يرجع هدول كلها أسباب مميزة خليهم ينفروا من الحزبية من الحزبية ومن السياسية وأنا بقول السياسيين لو هن شوية عندهم بعض نظر ما عليك أنا شوية واضحة لو عندهم شوية بعض نظر كانوا بيجيبوا هالنساء هول بيقدوا معهم بيسمعولهم بيبنوا هن وياهم المستقبل لأنه هيدا البلد بحاجة لإعادة بناء من الجزور ندى عكل الأصعي دي شو فيه نحنا مش عايزين نرجع نبني كل شي كل شي فبناء الإنسان قبل كل شي وهو مين بيبنى الإنسان الأم والزوجة طاح شو رأيك أنا رح جاوبك بإيجابية ومش عحكة سياسة بس بس حطت الإصبع على الجرح ووصفت الواقع تبعنا مظبوط هيدا الواقع بس أنا رح جاوبك بإيجابية لأنه قالتوا 100% مظبوط بس عندي كاميرا تاني من اليوم كمان فينا نحكي أنه بديسمبر من سنة الماضي جمعية 50-50 قدرت تتمضي 10 كتار على 30% على المنسبالتين يعني باركة نحنا بالاتجاه المظبوط باركة تاخد شوية وقت كتير مشريك نحنا بيال نحايد شوية وقت كتير الواعي هو كمان مشروع كمان بيعمل تغيير صب نحنا بشن هيك بالرابطة اللبنانية لسيدات العمل عم نشتغل عم نشتغل عم نشتغل 30% وأكيد إذا منجتمع كلنا شوى نجتمع نحنا 50-50 نازم نعمل قوة ضغط لأنه هذا حق للمرأة خاصة أنه مثل ما قلت حضرتك بالجمعيات الأهلية ومنظمت هي بتاخد المبادرة تتساعد وهي المؤذرة أهمة بالمجتمع بس كمان أنتو كسيدات كيف تقدمو حالكن خلق حكينا عن الكوطة صح وبكرة رح يجي وقت الانتخابات وإن شاء الله بتوصل بخير وسلامة مع بقلك إن شاء الله توصل بخير وسلامة واتحق أمنية 50-50 وقال ال-WB كيف ممكن أسمهان زين بتترجم تجربته الشخصية ونجاحة حضرتك رئيسة أولى لقطاع الشحن رائدة بالأعمال الريفية وعملتي في إعادة أعمار بيروت وسهمتي بسندوق المرأة هيدا الباكيج يلي راكمتي على سنين وقلنا تخصصات واحد ثمين ثلاثة أربعة خمسة أوكي كيف راح تقدري تكسري هيدا الجدار العازل اللي عامينه بوجه المرأة بسيطة القصة كورين قالت أنه هي إعادة بناء وبنية وأنا قلتها الوقت مش معنا ندا الوقت عم يسبقنا ونحن عم نركض وراء نحن عم نشتغل على الجيل الجديد صبايا والشباب الناشطين واللي عندهم انتماء وطني مش حزبة نحن عم نشتغل على مجتمعات لازم ندفعها ونرفعها لتكون فعالة بنشتغل بطرابلوس عم نشتغل بالبقاء عم نشتغل ببيروت وعننا نشاطات بالجنوب شو بتعمله تحديدا تحديدا بطرابلوس في عنا جمعية اسمها رواد التنمية اللي هي شو اسمه Building on Leadership and Civic Engagement هيدا سنتر هو موجود بين باب التباني وجبال محسن عم بعطيك المثل هيدا أنا الغلطات جولة المعارك عم بعطيك هيدا المثل لأنه لو كل لبناني بيطبع هالأجزامبل بياخد العبرة بياخد العبرة لأوه بيجمع بين شباب التباني وشباب جبال محسن جماعهم بأضرب الظروف وانت حضرتيها وحطهم بسنتر عملهم إعادة تأهيل فكري وثقافي منحهم الفرصة يجرعوا يكفوا تعليمهم يتحاوروا مش يوقفوا بخطوط يتعلموا مش يسمحوا المجتمع الزكوري السياسي يحط إيدوا عليهم ويستفيد من بؤر الفقر وبيل جابوا عالسنتر النساء الأمهات طبعا جابها لنحسن وباب تايربوا مظبوط وحطوهم واشتغلوا على السكيلز طبعولهم وقاملوا جيل بطرابلوس جديد ودي إليك أنا بطرابلوس فيه كتير جمعيات ممتازة اللي هي عم تعمل بنفس الروحية بس ما حدا بيضوي عليها ما بعرف ليه بالبقاء لما نصاروا الانفجار طبعا أربع قاب وقبلها كان فيه مشكلة العملة والاقتصاد سو جينا وقلنا كنت بعدني بعدني أقول كنت الـ 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 وقلنا شو حاجة العالم بطلنا نعمل نشتغل على الـ مجتمع شو المجتمع عايز بهالمشكل هيدا اكتشفنا أنه عايزين بدون يأكلوا ويشربوا العالم طاروا مصرياتهم بدون يزرعوا الحقل اللي قدام بيتهم شو جبنا عملنا بجمع للمصريات من اللبنانيين اللي بالبلد مش من الدياسبورا المصريات شو عملتوا فيهم عملنا فيهم اشترينا سيدس و سيدلينكس عملنا تدريب وتأهيل للمزارعين بالبقاع وبيعكار وبالشمال عملتوا إنماء وإنماء وعلمناهم الزراعة الحسنة اللي هي بعيدة عن بعيدة عن استعمال المياه الآسنة بعيدة عن استعمال التربية الغلاء وعملتوا فرص عمل وإنتاج وعملنا فرص عمل من هاي الفكرة انطلقت مشروع أرضي أرضك صارت شركة هلأ أرضي أرضك قد تخلق وقد ساهمت ببناء مجتمع بدي إليك عم توسعي للبقاع كتير بدي بس نوه بشي إنه ال-LWB 50-50 وأرضي أرضك كلنا منشتغل مع بعض ندا وهيدا الحلو نحن البلاتفورم استبعونا مفتوحة للكل هيدول المشاريع اللي حكيتن أنا أنا فزتن لحالي أنا فزتن مع مجموعة كانت تشتغل بالبلاستد آريا كانت تشتغل بالبقاع وكانت تشتغل وكل هون كانوا أعضاء بالليبانيز انتو عم تبنو 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 كورين خلينا خبرك أول شي على ال-LWB نحن جمعية اقتصادية اجتماعية غير دينية وغير سياسية نهتم بتمكين المرأة كشخص بمجال الأعمال والرياد وهم الشي نهتم بتطوير مهاراتها وخبراتها ومنهدف تتسير بالليدرشب بوزيشن مثل ما حكينا بمجالس الإدارة تتكون موجودة بمحلات وين عم ينعمل وين رسموا الخطط التطبيقية ال-LWB اليوم كامونة تقريبا من 800 ممبر وانا ما كاتب موجودوني ببيروت بالبقع بترابلوس وبالجنوب ما كاتبنا بالجنوب اليوم ساكرين طبيعة الأمر بس نتأمل من هون إن شاء الله لفتحة صغيرة نرجع نقدير عأمل إن شاء الله لأ الله وعش تنطور المهارات السيدة ذاكيد بالجنوب أعطيك اجزامبل اليوم انا مشروع كتير حلو موجود ببعلبك وبحسبية وانا عم نداري ب25 شركة شركات صغيرة وهنا نهولة ديرينا نسوان عم نعلمهم عصصتين بالإنرجي سو هاي دي طبيعة طبيعة سيدات ديرينا سيدات بس مانا شركات مكونة مثل ما قالت لك أسما نحنا عم نحكي عن دايفورسيتي صح 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 بس أنا حبيت يعني هيك شدد على الموضوع أوكي ومناطق يعني مناطق عندها اعتباراتها المجتمعية والعشائرية تحديدا طبعا طبعا هون قديش المهمة سهلة أو صعبة لا هي أسهل ما بتقدري تتوقعي حسنا إذا حطيتهم بإنفيرمنت هنا بحسوا حالهم محميين فيها سو نحنا بيطلعتي مع كل هول المناطق ومنجيب أكسبورت تيدارهو كلها سيدات وكتير مهم دويلك على قصد أنه هول المشاريع اليوم كتير كتير مهمة باللبنان لأنه نحنا قاعدين ببلد اليوم مثل ما تعرفة نسبة البطالة صارت فوق 30% وإذا منطلع هول 30% سبعين بالمئة من اللي عم بيشتغلوا هن الرجال وقال من 30% هن سيدات يعني نسبة السيدات اليوم بالإمبلويمنت ما عم بيتعدل 28% هلأ أكيد في كتير كتير أسباب ليه هيدا الرقم هالأدواطر 28% بس أهم واحد بينتهم متل ما بلشت قسمة وقالت اليوم عنا الصبايا في لبنان وهؤلاء إرقام جايين من مملكيليات يفاجوا كان أنه 57% من السيدات اليوم في لبنان دارسين أكتر من البيرس تبعولون الرجال بس المجوريتي 56% منهم وين فيتين بالارتسين سايينس اللي هي العلوم والفنون وقت العالم عم يحكي اليوم على الزكاء الاصطناعي الجوبز عم نحكي عن سايبر سيكوريتي عم نحكي عن سسينيبيليتي سو من دورنا اليوم أزوال كائل الـW هي ندوي على هال نسميه نحنا the jobs of tomorrow أنا مثل ما بتعرف مع كل هالتكنولوجيا المستقبل من هلأ لعشر سنين ما بيشبه العايشينه اليوم وبدنا سيدات كمان من أنواعي دورنا نواعي سيدات على هذول الأنواع بس هايدي بده تخصصات وهيك وقتها تشتغلي مع مجتمعات ريفية وكمان بيئة الأطراف مش دايما عندك مقومات إن كان رجل أو امرأة إن كان شاب أو صبية مقومات إنه توجهي على هيدا الاختصاصات اللي عم بيشوفي هو كمان وين قدراته وين وصل بمجتمعه اللي عم بيعاني واللي ما عطال فرصة إنه يتعلم لا مش هوني تحدي لأنه هيدا كتير بيحزلي بقلبي بس مش واقع هيدا واقع في كتار طلاب وطالبات ما قدروا يفوتوا إيه للأسر منشان هيك البلد بحاجة لمهنيات مهنيات لتعزيز القطاع المهني لتعزيز القطاع المهني لأنه المهنيات بالعالم صاروا بيعلموا صناعات المستقبل مهنية مش بس بتعلمك اقتصاد ألمانيا قايم على التخصص المهني والتقني بس عصب الاقتصاد الأوروبي هي ألمانيا نعم فالفوكيشن هيدول المدارس المهنية بدون كتير تعزيز الموجودين والنقلال البلد بحاجة لفوكيشنال ترينينز منشان هيك دور الـ LWB والـ Civil Society اللي بيشتغلوا بهالقطاعات مع العالم هو تنمية هالقدرات من خلال منحهم فرص التدريب مثلا الـ LWB بيبعته طلق النساء لأنه ما فاتوا جامعات يعملوا التدريبات اللازمة على كل الصناعات بدي أرجع هوني كورين السؤال نفسه لألك يعني إذا نحنا فعلا بدنا نروح على تحديات الحاضر والمستقبل وشو هي يعني أعمال المستقبل تتخلق اقتصاد بس بالبنان في من كل شي ومطرح ما أنتو عم بتتوجهوا وعم تستهدفوا مجتمعات صعبة هايدي تاخدين بهالاتجاهات وكمان الفوضة التوبور فار اون سوسيتي يعني بديك تعملي الانمي و بديك تعملي الزراعة و بديك تعملي الصناعة بديك تعملي الخدمات أكيد بدا تكون منوعة على بس في عنا سيلكشن بروسس لكل واحد من هيدول المشاريع يعني قبل نحنا كل مرة وقتل من نروح منجيب الأمويل من المتبرعين ودبندي على السبجت اللي نحنا حطينا اليوم يتم يعني من نقل نساء تقدروا أكيد يواكبوا الشغل اللي نعلمون بس إذا متعرفت أنه نحنا المجالات كتير كتير متنوعة يعني في عنا التدريبات بالبزنس في عنا investment readiness في عنا emotional intelligence سو إذا بتطلع بكم التدريب عنها يموجود بيه الـ LW بتقدر تلاقي أنه أكيد كل منطقة وحسب خصوصياتها رح نوجهون على المسار يعني تتكونوا عم تشتغلوا بالمطرح المناسب بتتأخذوا النتيجة اللي لازم تتاخذ طب هيدا كله إذا بدنا نبني عليه وتأرجع لموضوع الأساسي كيف هيدا بيساعدكن تتقدروا فعلا تشقوا طريقكن بالشأن العام لأن شأنها قبينا نحن بحاجة لوصول لسق إلى الندوة البرلمانية لكمانا أول شيء يمكن وجود المرأة بيعكس سقة وطمأنينة أكتر لأن المرأة عالميا يثبت أنه أقل فسادا من الرجل ثاني شيء هي تعمل وبتراكم خبرات كيف ممكن تراكم هيدا العمل وحضرتك هيدا العمل تتقدروا تكونوا مشروع مواجهة بمنافسة بيئة الانتخابات وتقدروا تكسروا هالتبويات الوضع تركيبتنا يعني بالبلد قلتلك الوقت مش معنا ونحن عم نحارب الوقت وبدي أقلك أنه كل الأنشطة اللي بنعملها هي نابعة من دراسات بنعملها بالمجتمعات كلها بالكوميونيتيز شو حاجاتهم وبنعمل لهم التدريبات على قيمة العمل عند المرأة على قيمتها هي كأمرأة زوجة كأم كعاملة شو معناته هيدا الحكي الأبروتش تبعنا أكيد يحارب من الرجال أنت تعرفي هلأ بالإبقاع في كتير نساء بيجوا بيحضروا التدريبات وكله وبرجع بترجع على البيت بيقولها جوزة شو هالزغر العقل هيدا لشو؟ شو هالزغر العقل يحارب من الرجال ليس على النعرة الطائفية وعلى الحزبية ويغيرت الدين ويغيرت الطائفة ويغيرت الطائفة ويغيرت الطائفة كله هيدا منشوفه وكل شي بعيد عنه البرنامج الاقتصادي والإنمائي ما حدا عنده يهيه كيف؟ قديش طالعا ما حضرتك عم تحكي الأدب وقعية قديش عندك سأقدرة تبني؟ مين ده اللي اوزك علي؟ هلا بعتين بقليك منوريك لا في حدا اوزك نورا السؤال أول شي أنا بشتغل هالشغل كله ندلة إيمان مطلق من أنا وصغيرة مش أنا مش عم بعد مبشر هلا أو عم بتدعي شي منه فيه كل اللي بشتغلوا لأنه مآمنة إنه لازم هيدا الجيل جديد يندعم ونعطيه الفراس للبروز أنا شخصيا أكيدة ما رح فوت بالمجال السياسي بس أدعم النساء القادرات واللي عندهم الرغبة بكل ما قوتيت من قوة شو حلو وقت الواحد يكون فيها الروح إنه بتشتغله ضمن مجموعة وإذا الشي بنفقده يعني بالسياسة لا أكيد هلا إذا بتروحوا اليوم عنا شي بعض الظهر بتشوفي بتلاقي جروب نسوان من كل وادن عصى عم يبحثوا مشروع آنون النساء على مجالس الإدارة وبيعطوا رأيهم لأنه نحن عملنا الدرافت مين بده يقدمه هيدا القانون الاقتراح؟ نحن الـ WB أردي قدمناه بسلعة من عدل على كتير لأنه ما قدمناه بالصيغة حضرتك مشروع مرشح للانتخابات مرشحة للانتخابات أنا أبدا أنا أبدا تدعمين المرأة التي اقتصاد واجتماع يعني بتكملوا بعض توصلوا وتأمنوا كتلة ما ضمن هالكوتا 30% عنديك ثقة أنه قادرين يعني ذات السؤالة أنا ما حدا دززني بس أنا حبيت أن أسأل والأسئلة عقد له هيك الإيمان بدور المرأة وجوال الله يساعد جوال شو عم بتخط حروب دعم الرجل The must تنقدر تنقدر نتطور والثقة بالنفس في رجل بيدعمكن؟ في رجال عم يدعموكن بهيدا المسيرة في رجال أكيد الـ WB اليوم 93% نساء و7% بس رجال وأنا بقول لهم بما أنهم عم نشتغل على المشروع إنهم قوة النسائية 30% نحنا اليوم بـ WB عنا 7 نساء على مجلس الإدارة لتنهم لازم نطبقها نحنا قبل ما نطبقها غيرنا نضبوط يعني نحنا من هلأ إلى 20-30 لازم كـ WB كجماعية يكون عنا 30% على قليلة 30% رجال تنقدر نتفرج كيف نحنا تنعين أنه التنوع الجندري بيقدم الشركات وإذا بترجع الـ World Bank والـ IFC واليوان وكليتون وكلهم متفقين أنه اليوم التنوع الجندري إذا بتجيدي عدد النساء بشركة بعشرة بالمية بيزيد الربحية عندك بالشركة 1.33% يعني حتى من منظومة الـ Investment It makes sense بس أكيد أنا بعتبر دعم الرجل إذا مصت ونحنا أنا دائما بقول لهم تسمحي لابد أعطيك بدنا ننتقل لتصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال من ضر الفتو تمنياتنا وتمنياته هي دائما تمنيات كل لبناني مخلص إن كانت على صعيد الشخص هي راحة البال والصحة والعافية وإن كانت تمنيات بخصوص اللبنان واللبنانيين جميعا هو أن يحل السلم والسلام والاطمأنينة والطمأنينة على البلد وجدت عن صاحب السماحة كم هو حرصه دائما على الوحدة الوطنية وعلى أنه هذه الدار هي دار جامعة هي دار كل المسلمين وكل اللبنانيين هي اللي بهمها حقيقة دائما محافظة على الوفاق الوطني والمحافظة على استقرار لبنان وعلى ازدهار تحدثنا عن أمور الطائفة بالزيت فنحن الحمد لله مطمأنين أنه هالطائفة عصية على أي تهميش وهي أكبر بكتير من أن تختصر نحن موجودين لخدمتها البلد وإن شاء الله دائما بيطلع بيدنا لخدمة شكرا نرجع لحوارنا فإذا نقول إذا أنتم كقطاعات خاصة ومجتمعات أهلية وسيدات عم تدعموا المجتمع إذا بنيتوا على برنامج وكل حدا حطت كلمة دميك هو معني في قادرين بوظل القانون الانتخابي اللي عنا على القليل توصلوا بمطرح معين لخر هذه المحظورات برأيك طالما إذا دعمتوا حالكم بالقطاع الخاص مثل ما عم بتقولي طالما إذا قدرتوا تبنوا على تعزيز دور المرأة بتخيل لازم نجتمع كلنا كجمعيات ونطلع بكلمة واحدة بصوت واحد لأنه أنا بلونها هي الليدرشيب الليدرشيب هي تخلي تخلي الماس يمشي معك نحنا نقدر نتخلي مشروع أنون يقطع بيظل حكومة غير موجودة بتخيل البرايفت سكتور والماس اللي هو اليوم لازم يضغط لازم نمشي كلنا سواء قداش اليوم تواجه المرأة تحديات شأنها أم أبينا قداش خاصة نحنا ببلد في أزمة نحنا في هجرة نحنا الأم عم تفقد أولادها عم بيفلوا والأم يعني هي سبب وجودة وقت يكون عند أولاد خلص روحتي لها شقفة كل قلبة ومش شقفة من قلبة الصعوبات الاجتماعية والعائلية فوق هيدا وكله نحنا عم نعيش بفراغات على مستوى الإدارة والحكم وحرب بالوقت كله هولي معارك بالجملة تصوري تصوري أنه قداش اللبناني المواطن بدك تعزي المواطنين عن الحكام عن السياسيين شوف المواطن قدابي عم بيعاني قدروا وخصوصا المرأة قدروا عشو تعزليون عن الحكام شفنا نتائج الامتخابات الماضية اكزاكلي مشاناك عم بيقلك ما في شي بتغير إلا إذا كلنا اشتغلنا سوا وعملنا بجهد على التغيير على قطاع قطاع البلديات بالأول هيدا أهم انتخابات البلديات أكيد لأنه أساسية لأنه لما أنت بتحقق هالإنجاز بانتخابات البلديات أكيد رح تقدر تنجز بالانتخابات النيابية بعدين بما أنهم قاعدين بأجلوا بأجلوا فنحنا عنا الوقت لنبني ونبني ما لازم نضيع الوقت نفسكم طويل وبتستفيدوا مجبورين يعني من قيادة الأعمال والعمل على الأرض إلى العمل المحلي بالسلطات المحلية لها أساسية البلديات وصولا إلى البرلمان بقيادة الأعمال في كتلة ما كونت أساسها سيدات لأنه منشوف أنا بستضيف كتير سيدات من سيدات الأعمال عاملين إنجازات عاملين مشاريع من السفر بمبادرة فردية وقادرين يحكم من الند للند مع الضيف الآخر يلي هو رجل وبتحسون سباقين أكتر قداش هيدا صار متقدم خاصة بعد الأزمة وخاصة بعد أربعة أب أنت عم تحكي بالمجال السياسي لا عم بحكي بالقطاع الخاص يلي بيتكامل مع عملكم مضبوط بس الأرقام عم تقول عكسك يعني اليوم الأرقام في لبنان عم تنزل سنة عن سنة يعني منبلش بربريزنتيشن 14% بسنتين ثلاثة مننزل للسبعة بالمية اليوم المشاكل والأزمات المتراكمة دي صارت في لبنان اللي بلش في 2019 وبعدنا اليوم عم نشوفها هي أكتر شي خليت المرأة تفقد شغلها واليوم دايما نحن بنحكي عن القطاع الاسمه Unpaid Economy اليوم غير أنه المرأة لازم تتفوق بالمراكز بالبرايفت ساكتور اليوم كمان في عندها أكتر من سبع بقولوا 35 ل40 ساعة بالجمعة لازم تهتم بعائلتها وهون نحن قلبنا بطلنا نحكي gender equality صورنا عم نحكي gender equity اللي هي وقت الرجل مش يفهم خلص بيقتنع أنه المرأة عندها كزا responsibility نعم كزا responsibility من أكيد أهم شي العائلة عم نحكي هنا يتقاصم المسئوليات تقاصم المسئوليات حتى هي كمنها تقدر تصار للمواقع الرياجية إذا بدأ اختم بأنا آخر ثلاث دقايق من المحور الأول يلي تشرفت استضافتكن في حضرتك مدام أسما هنزين بتوجه رسالة للمرأة للمجتمع للشباب للشباب والشابات لأنه بكرة إذا بعد سنتين صار في انتخابات نيبية ما بتزعلي ما بتحسي حالك محبطة قداش اشتغلت مع هيدا المجتمع تيتحرر تيتحرر من الأحكام المسبقة تيتحرر من الانتماء الأعمى بدون ما يكون هو مختار هيدا الانتماء إن كان عموسها وطائفة أو المذهب أو السياسة شو بتقوليلون أنا خطابي للشباب والشابات أكيد وللنساء إنه المستقبل قدامكم قدكم تعيشوا حياة كريمة وحرة ومؤهلات عالية لخدمة مجتمعاتكم وبلدكم بتكن تعملوا على صناعة التغيير صناعة التغيير لابد منها ولا شي بيزبط إذا ما تشتغلوا الشباب والصبايا ويمشوا بمساندتنا ومساند كثيرا غيرنا من المجتمع المدني والجمعيات على صناعة التغيير قلب واحد قدرت بين باب التباني وجبل محسن اتحرر الشارعان من وقوف خلف خطوط التماثل اللي رسمها السياسيين واستعملون مش أنا اللي قدرت ندع قدرت مع المشروع الفاليو هو بالناس اللي عم يشتغلوا طب قدروا قدروا طبعا يعني ساعتا هن بيفرضوا رأيهم ما حدا بيفرض رأيهم وكورين طلعت زارة السنتر وساتجدين ما يضهيشوا كي بنص دينة رابلوس اللي فيها كل هال ما رح نحكي كلمة السياسيين الكبار اللي عاملين من هاي المنطقة صندوق بريد بنص دينة رابلوس هالشباب وهالصبايا وهالنساء بأكتر منطقتين مهمشين عم يعملوا العجيب كورين أنا رح جاوبك بأرقام وبفتكر الأرقام رح أعطيكي هي ألخة الحقيقة هو يكونوا جواب الأرقام طبعا اليوان بيقولوا إذا بتعطي دولار لامرأة بتردلي كيها 0.78 دولار وإذا بتعطي دولار الرجل بردلي كيها 0.31 سو هيدا أول رقم رقم تاني كمان طلعوا كتير حلوية اليوم إذا منزيد نسبة الاشتراك طبعا المرأة بلبنان بـ 25% هيدا رح يزيد 9% من الجي دي بي مشاركتها أصدقا إذا منزيد مشاركة المرأة بـ 25% الجي دي بي طبعا لبنان بزيد 9% بتخيل البيض على هيك أرقام يعني خلق مننا لحالة تنوى 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 تتعرف أين ترشد الإنفاق وغير هيك الاستثمار والعمل والإنتاج وإدارة الشأن الخاص والشأن العام أنا بدي أشكركم أهلا وسهلا بكم إذا القطاع العام أعطى فرصة للنساء ودوات المراكز بالقطاع العام تيشتغلوا بدويرهم ويعملوا اللي لازم ولي بيقدرولو ستجدين ما يدهش العالم وذنوى بسنة واحدة شو بيصير تلاقي دولة قائمة على أهم الأصدقاء ما رح أحبتك بس أكيد ما رح يخلوه لأن هنه منسبون هيدا الوضع فساد ومحاصصة ومحسوبيات والقطاع العام توظيف انتخابة ما هيدا الواقع انتو بتكونوا تخوضوا المعركة تعملوا كتل الضغط ونحنا معكم تنحرر الإدارة العامة ومنا تبنى دولة للكل نساء ورجال شكرا شكرا لألكم براكم انتابع شكرا منتابع حلقتنا بالقسم الثاني من نهاركم سعيد ويلي مثل ما سبقوا وذكرت أنه فيه عدد من الحلقات مخصص لسيدات اللبنانيات الرائدات بالقطاع الخاص وبالعمل الأهلي من ضمن العمل الأهلي والاجتماعي على كل المسويات والتنموة بدي أنا رحب بسيدة يوسر صبرى المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة وكلني أهلا وسهلا فيك ومدام زكية كرم المؤسسة والمديرة العامة لشركة دون تليكوم هيأتيك بالدون تليكوم هزمة لدون بالمجتمع هيك شيء هيك شيء نالا يريد فينا نعرف شوي على يعني عليكم على دوركم اللي قدرتوا تعاملوتي وصلتوا فعلاً للمركز الأول بالقطاع الخاص وكل واحد طبعاً بقطاعه مدام زكية يعني أنا بقطاع الـ IT والتليكمنيكيشنز من زمان وأكيد ما رأيت فترة كنت موظفة وتوصلت لسير مديرة ومثل ما بتعرفي إجا وقت بتحسي إنه طالما أنا عم بعمل الشغل وناشحة بشغلي ليش لأ ما بكون أنا صاحبة المؤسسة وصاحبة القرار وأكيد هايدي خطوة بدأ شجاعة تقدميها بس دايماً إذا الشخص بيأمن بحاله إن كان شاب أو إمرأة بيقدر يوصل اليوم نحنا بلبنان يعني لسوق الحزمة في كتير مساعدات بس عنا إيكو سيستم حلو الكل بيساعد بعضه بيأذر إذا بديك بيأذر يعني مثل يوسر نحنا بنعرفها من المؤسسة من الكمانة الـ LWB وكمانا بنعرفها من الشغل يعني إذا أنا عتازة شغلي بحكي يوسر بتساعدني إذا هي عتازة شغلي بنساعد بعضنا في نتورك حلو الكل بيساعد بعضه وعننا كمانا نحنا أفورشونيتي حلوة بلبنان لأنه لبنان بلد بيشجع للمهن الحرة مع أنه ما عنا كتير دعم من الوزارات صح ما في حوافز ما في برامج ما في برامج تساعد القطاعات المنتجة بس البلد هو بلد بيشجع بيشجع السياحة بيشجع السقافة بيشجع على الإبداع بيشجع على الإختراع وبرجع بيك فيه عمنا بيئة حاطنة بتساعد لكل حدا بديو يعمل هيك خطوة شو السرية اللي بيخلي سيدي مثل حضرتك مثل ما قلت يعني تدرجتي موظفة مديرة فيك تكوني مطامنة بالك لابدي أخد الريسك أنا وكون سيدة نفسي تأخدتي هالمجازة في إذا بديك مع أنها مش مجازة في الواحد اللي ناجح وطموح بيوصل خاصة إذا سيدي بس كيف قدرت ووصلت وبما كان ما يمكن لكن هذا هو ما فيه وان فورمولا يعني اليوم مش غالط حدا يكونوا موظفة تكونوا موظفة وتصير مديرة أو مدير ويضلوا مثل مطرح مهنة لأنه بكل مكان نحنا من المجتمع عم نقدي دور عم بيساعد ما فيهم كل الشعب يكون عنده شركة وما فيهم كل الشعب يتوظف لأنه وإلا ما بقى فيه عندنا نحنا استمرارية لقدام ويكون عندنا أشغال جديدة هي خطوة ليش نحنا قلنا جريئة وبدأ سيئة لأنه رح توصلي لوقت أنت بتبلشي من السفر خصوصا يلي متعود كل آخر الشهر يقبط معاش بيكون مبرمش كل حياته على هيدا المدخول فأيزا هون الشخص بدي يخد ريسك أو هالمجازفة ويقول أنا بدي انطلق من سفر ما عندي معاش لبل بدي يحط من جيبته لحتى يبني ولحتى يأسس وهون بدي يكون إيمانه بحاله قوي وإيمانه بيلي حده ويكون عنده كل الناس اللي عبي يساعدو وعم يدعمو لحتى يتخطى أنه بلش من السفر أو من تحت السفر لحتى يطلع هون انت عم بتتوجي يعني عم بتحكي كنت عم بتواعي العالم كيف ممكن أو السيدات كيف ممكن عن جد يقوق قلبهم ويتقدموا ويبنوا للمستقبل هون بدي رحل عندي كيوسر وكلني نسمع بيوكلني بدنا نعرف العالم أكتر وهيك سيدة مثليك كمانا وصلت لهيدا الموقع أول شي كتير تشبه شوي القصة لزكية لأنه أنا كمان بلشت تقريبا أنا اتخرجت من ال-EB معي Electric Engineering Degree فتتت وظفت أنا بيجي من عائلي نحنا كلا يتنا موظفين هذا شي كتير نورمال أنه اليوم هذا اللي واحد بيكون عم بيسعاله أنه أنا اتتبرموتد يمكن أوصل لما نتجيري وكمان لقيت حالي من عشر سنين تقريبا من 2014 قدم فرصة أنه أنا اليوم اللي شركة اللي كتت أشتغل فيها كانوا عم بيعملوا وعم بيعملوا وعم بيعملوا وعم بيعملوا ساورانس باكجز للي بدوا يفل ووجدتني فرصة أنه اللي حقوي قلبي وأعمل هيدا الستاب وأساسة الأول شركة اللي هي تيقونية اللي اليوم اللي كانت الفكرة مننا بتقدم خدمات فاصيلتي منجمنت وكانت فكرة توكلني هي الشركة كونسير سورفز تارفي بوضع مثل لبنان ببلد مثل لبنان نحن بيحاجة يوصل لي ورقة جب لي غرض ما كان أصلا بوقت دارج الدليفيري سورفزز على الأب ما كان هذا الشي موجود بوقتها كمان معاملات الدولة كانت سائلة كان باب هيدا فمنون بيق وكلني وكلني أخفف عنك وعمل لك معامل سلمني أنا الموضوع ولأقللك إنه وقته بلشنا عنجاد لكن لدينا تكنولوجيا فريق كتير صغير من العمل اللي كنا موجودين فيه عنجا كان عندنا تمويل موجود بس كنتنا يعني كنت أشعر إنه هيدا شي حاجة وكان عم بيجي يطلب عليها لو طلب يعني يعتبر بسيط بس بسرعة لحظنا إنه لأتجارة الإلكترونية بلبنان بهديك الفترة 2014 2016 بهالوقت عم تكبر وما كان فيه الانلاين الانلاين وكانت عم بتبلش من شركات صغيرة من شركات صغيرة متوسطة مثلنا بتشبهنا يعني فيها أفراد وراها فيها نساء من بيتها عم تشتغل وما كان عندهم السبورت لمزبوط لوجستيا يعني ما كانوا يقدروا يروحوا يشتغلوا مع الشركات الكبيرة اللي بتقدم السورفيس لوجستيكس يعتبروا كتير صغار أو توشي لأنهم يكونوا عم يشتغلوا معهم هيدا كان المدخل طبعا على الباب إنه نحنا بلشنا نتعاون مع الشركات نفهم الاحتياجات تبعيتهم وسلولي بيقلك نحنا اليوم صرنا فريق عمل 350 شخص عنا سبع مكاتب منغطي كل لبنين منغطي كل الأردن دخلنا على الأردن سنة الماضية ومنقدم أكتر من ديليفيري سورفيس صرنا عنا التكنولوجي بلاتفورم كامل نحنا بنينا التكنولوجي كلها تبعيتنا منقدم خدمات توسيل التخزين الفلفلمنت فتحنا ماركت بلايس نحن نساعد البزنس يكونوا عم ببيعه وهذا الشي ما كنت تفكر فيه أول ما بدأت كيف بلشته فكرة شو طبعا لقيت حالك اليوم هيك الفكرة كانت نحنا منقدم خدمة لأفراد في لبنان بحاجة لها الخدمة ارتقينا انه لقنا لقنا فيه سوق كثير كبير عم بيبلش يبني وقتوزق يعني منو منشاف اوفرلوكت بحاجة لأ من يكون عم بيخدمو تحولت الخدمة لانه نحنا نكون عم نركز على شركات اخرى نكون نحنا عم نشتغل معا ومعا كبرنا يعني اليوم هيدا الدومان اللي هو الانلاين تجارة الالكترونية صار قطاع بحد ذاته كبير باللبنان ولقينا حتى من بعد يعني اشت كورونا ساعدت هيدا الموضوع وحتى صارت البراندات اللي قبل اللي كانت البراندات كبيرة اللي كانت يعني متل مترددة انه تنقل أونلاين لقيت انه ما عم ده حل إلا تنقل أونلاين والشي اللي ساعدنا انه نحنا كنا بنائنا قرردي الانفرستركتشر واللي عايزينه لحتى اللي يجو هلأ صار بتكون تطلعوا أونلاين تعقوا عنا كل السورفيس موجودة قداش مهم يعني الواحد فعلا هون مجازفة بس لك المجازفة بتحرز ما هيك وبتوصل لما كان يمكن أداة بتخلي المرأة هون من موقعها أثبتت حالة بالقطاع الخاص نجحت هي صاحبة مبادرة ونجحت هيدا المبادرة أداة هي طموحة بتخليها فعلا تكون تشكل عامل تغيير من قلب المجتمع من قلب الاقتصاد من قلب النظرة إلى المرأة لقدام أكيد هلأ معروف إنه المرأة هي عصامية أكتر ومثل ما قلت the higher the risk the higher the reward يعني إذا أنا فتحت بزنس ما فيه خطر الربح رح يكون منه قليل بس إذا فتحت بزنس كتير فيه خطر رح يكون أو مجازفة متل ما بيقولوا فيه عندي حزوز إنه أعمل أكتر مردود وهون كتير مهم نحنا ندرس الخطر يلي نحنا فيتين عليه ندرس شو فيه مجازفة ما حدا لازم يعمل شي هيكي على العميانة عشوائي عشوائي أو لأنه سمع إنه هاي ماشي أو هاي مش ماشي لازم يعمل الدراسات ويحط هو شو فيه عوائق قبل ما يحط شو فيه محفزات ويدرس العوائق ويعمل مثل متيجيشن بلان إذا هاي صارت شو أعمل إذا هاي صارت شو أعمل لازم يكون فيه خطة واضحة ومتمسكة وبتاخد بعين الاعتبار كل المعطيات يلي موجودة بالبلد وبالريجن حتى بالمنطقة واللي موجودة ضمن الشركة يعني بتعمل دراسة جدوى اقتصادية بالأول أكيد أكيد دراسة سوق دراسة متل ما خبرت يسر انه هني لقوا في حاجة لهالخدمة انه خدلي ووصلي بعدين صار في حاجة ومهمة كتير نظل نحنا نتسمى على السوق نشوف شو عم بيصير ونكون نحنا لأننا بعدنا شركة صغيرة التحرك هين يعني يعني كل البرمجة نقلت على الاستشارة ولا الكونسولتنج ولا نقلت على الماركتينج قادرة أعملها ضمن بعدنا أنا بالتأسيس فإذا كتير منيح نحنا ندرس السوق نشوف شو في متطلبات بالسوق ونعمل معنا شو عنا قدورات شو عنا نحنا قدرين نعمل شو عنا ونطبق هالشي ونتابعه ودايما عيننا أكيد على الشركة على الأرقام على شو بنعمل ويكون في عنا أكيد أدفايزرز يساعدونا أنه أنت هون يعني تعملوا مظبوط أنت هون فيكن ديدوا على هاي لأنه الأنتربرينير ما بيقدر لحاله يعمل كل شي بالشركة وما بيقدر يقول أنه أنا بدي يكون one man show أو one woman show بس هو بيبلش هم ما كان ما هو لأنه هو صاحب المبادرة ويمكن من هون اللي حضرتك عم بتقولي من هون بتبلش إذا بديك رحلة الريادة تبعكم بقطاعاتكم ما هيك بهيدا الطريقة مظبوط ورحلة الريادة بدي يكون شايلين الإيكو عجنب ومشاركة ومركزين على المشاركة ومركزين على الهدف مش على نحنا إنه بدنا نبين الهدف هو منه لحاله رح يبيننا وهون نحنا بدنا نشوف نحيط حالنا بموظفين شاطرين يمكن نفوتون مع شركة يمكن نعطيهم stock options الموظفين ما بحر تقولي بهذا الموظف أنا كتير بوافقة ذكية وفي شي إنه مش بس الهدف يكون عنا كتير واضح القيم تبعيتنا ونحنا في أيام بتلاقي عندك حواليك أشخاص شاطرة ولكن كمان مهم مش بس الشاطارة والقدرات الفنية القيم تكون مشتركة كمان حتي مثال نحنا 88% من leadership positions بالشركة تحملها نساء وهذا جينا من أصل أداة 358 من أداة 88% هن نساء لماذا بالصدفة أو كيف كتير بنسأل هذا السؤال هو نحنا مخططنا لأنه فعليا لأنه في قيم مشتركة موجودة ونسوية التي تعتبر أنه مخرج البزنس لكن فعليا هي التي تجعل البزنس ينشح بالأخص في الفترات التعاطف مثل التعاطف مثل الاستماع الكميونيكيشن مثل الانتماء نحنا نركز على الأخبار وحتى الرجال الذين ضمن الفريق لديهم هذه القيم موجودة فيهم إن عدو إن عدو إن عدو وإلا ما بيضاينو وإلا ما بيضاينو وهذا شيء يسمح عنجد وهذه أهمية أن المراء تكون موجودة به هذه لأن المراء تعيش وستفهم شو يحاجة لإله يكون يتغير لأنه الفريق موجود عملنا كثير تعديلات داخلية بالشركة يلي ساعدت نساء أخرى ضل بالشغل حتى بالفترات اللي ممكن تكون بمطارح تاني مضطرة تفل يعني مثلا نحنا زودنا المتار نتيليف أسبوع زيادة عطينا بيرنت ليف يعني خمسة عشر يوم إضافية فوق الفرصة لأي أم أو أب بالشغل بحاجة لإله وأكتر من هيك رحنا للأبعد فتحنا نيرسوري ضمن الوركس يعني هيدا الشيء لازم يتعمم لازم الكل يجار ويعمم هو بمؤسسات وهيدا الشيء اللي عم نساء نحنا نكون حلو كتير نعمل هيك إنيشيتفز ضمن القطاع الخاص ضمن شركاتنا بس متل كانت عم تقول زكية أنه الأهم كمان أنه نحنا اليوم نتشارك بهال خبراء ونشوف نحنا وين نجتمع عليها وكيف فينا نتحد على مع بعض لأنه هذا الشيء يجعل نحنا نقدر نعمل أكبر من الفرق العمل التي نعمل أكبر بسوق العمل والمجتمع والتغير الذي يبنى عليه اقتصاديا واجتماعيا 100% هيدا نعمل ودايما بالمساعدة منوصل لهدفنا أحسن ما يكون فيه يعني إنشاة فردية يعني اليوم مثل مؤسسة تيصر أنا بتعلم منها مؤسسة يمكن حدا تاني يتعلم إذا عملنا تجمع مثل ال-LWB ولا مثل ما سمعنا 50-50 ولا كل هؤل اللي عندهم ذات الـ وزات الهدف الهدف هو تمكين المرأة الهدف هو تمكين المجتمع والليوم نحنا مش بس بدنا نمكن المرأة بدنا نمكن كل عضو بالمجتمع بدنا نساعد أي حدا دخل على الجامعة ولا تخرج من المدرسة إنه يلاقي وظيفة ويلاقي وظيفة ضمن قدراته ضمن هو شو درس لابل نحنا بدنا نعمل أكتر من هيك بدنا نرجع ونوجه إنه اليوم شو في وظايف بالسوق اليوم شو الوظايف في وظايف في حاجة لمهندس مدني ولا في حاجة لمهندس إلكتريك ولا في حاجة هذا اللي لازم يكون فيه عزرا عم قطعك وزارة تخطيط وتصميم صح وهون توجيه يبدأ من الجامعات للاختصاصات اللي هيدا شي مفقود ببلدنا مضبوط نعم ولازم يبلش من المدرسة من وقت ما يسيروا بنعمل لهم أوريانتاسيون أوريانتاسيون إنه إنتوا شو عندكم شو الشي اللي بتحبوا هل عايزين غرافيك ديزاين ولا عايزين الإي كوميرس ولا السوشيال ميديا ماركتينج شو الشي اللي عايزينه ومنوجههم اللي يروحوا يتعلموا هالشي لأنه شو نفع يعمل محامة ولا حكي مع الاحترام أكيده ودايما رح نعوز هالوظايف بس كمان بنا نعمل ستادي وين في عندنا نقص وين عندنا فرص عمل لحتى نوجه التلميذ يروحوا بهالتخصص لحتى يلاقوا وظايف بعدين بس هون حضرتك عم تحكي يعني مثل ما كمان مادام يصر حكيت عن قصة المشاركة بالقطاعات الخاصة هون انتوا قادرين تعملوا مثل سياسة أو استراتيجية ما تتكمل بالاتجاه اللي عم تحكي عنه مادام زكية يعني بمؤسسة مثل مؤسستك مؤسسة كبيرة ومثل مؤسسة حضرتك فيه من كل التخصصات فيه من كل التوجه هتا تقدروا تعملوا هيك جسم متكامل كتير مظبوط نحن واحدة من الأشعة اللي عاملينا انيشيتفز جديدة كانت من الأولويات هاي السنة خلقنا انترنشيب بروجرام بشركتكم أو كقطاعات خاصة بيوكلني هو كبداية لأنه نحن الهدف طبعا ما كل شي عم نعمل منجربوا تجربة منتعلم منه ونرجع منروح من يعني منتواصل مع شركات خاصة أخرى ونشوف إذا عندهم نفس الأهداف مشتركة وإذا بفيدهم الانيشيتفز اللي نحن نبقشينهم مثلا موضوع الانترنشيب ضمن الشركة اليوم بحاجة وبالأخص بفترات معينة من السنة يعني مثلا آخر السنة فترة كتير ضغط بتكون موجودة عنا هاي دي من الفترات اللي نحن ممكن نكون عم نستقبل فيها تلميز عنا حتى البروغرام الانترنشيب مفتوح كل السنة بياخدوا بروتجكتس وبيكونوا دي ار بيينج سوبرفايز من المسؤول عن الديبارتمنت معينة يعني مثلا بالتكنولوجي إذا حدا عم بيدرس بس مش عارف حاله بالضبط التقصص طبعه حابه مش حابه كيف طبيعة شغله يفهم أكتر أصلا كيف عم بيتطور هيدا الدومين أو حدا حتى عم بيدرس ماركتي مش ضروري يكون بالتكنولوجي نعطيهم فرص اكتشي يكونوا عم بيفوتوا مش انه عم نتفرج شو عم بيصير لا فيه تسكات محددة بنعمل اخر شي عليهم هالشي بيساعدهم بس بذات الوقت كمان مفيد لألنا يعني نحنا كل الشغل كل الانيشيتفز ممكن تعملها الكتاع الخاص ما ضروري تكون هي بس تعتبر انه عبق عليها أو انه مصروف زيادة لا أبدا بالعكس هي فيها تكون مفيدة للطرفين وتبتكون أقوى وأحسن إذا نحنا اليوم كنا من ضمن تكتلات أو مجموعات عم نشتغل مع بعض بنتشارك بذات الانيشيتفز لأنه هيدا بيؤدي لإمباكت أكبر عم تشتغلوا على هيدا شي تتعاملوا هالتكتلات بالقطع الخاص هو أكبر مثال يعني دايما نحنا منشتغل على إذا بديك خطي يتعامل لقدام والسؤال السألتين ده أكيد بدي يكون بالأول في اجتهات فردة واليوم الشركة مثل وكلني أو غيرها يمكن هي بتقول أنا ما بدي جيب إنترن قعد علمه وبعدها بفيل بعد شهر ما بفيدها شي هي عم تعطي بس نحنا دايما الهدف طبعنا مش بس ربح أكيد كل شركة بدي تربح بس كمان الهدف طبعنا هو سوشل يعني اجتماعي ونحنا وقت نعطي من غير مقابل رح يجي حدا تاني ويعطينا بذات الوقت فإذا نحنا منبلش بمبادارات فردية على نطاع الشركة نلاقي أنه نجح الموضل يلي عملنا في عنا مثل الـ LWB هي جمعية بتوعنا لأنه عندها فوق 700 ممبر هاي الجمعية وفيها شركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والأنترونبرنور واللي بيعمل مونة واللي هو كونسلطان بأهمة شركة فإذا كلنا منتساعد ومندعي بعض لحتى نمتسل ببعض لأنه منبرهن شو الإفادة وشو الأهمية من أي خطوة نحن عملناها كانت الانترنشيب إن كانت تسجيع لا يكون عندنا 50-50 ولا يكون عندنا 30% ومن أون بورد مثل ما نحكها فإذاً هاي دي كلها بتتدرج ضمن خطة شاملة متكاملة يلي رح تشمول كل الأراضي اللبنانية من بعد البريك بدي يعني اسألكم حضراتكم اثنينتكم شو اللي بتحتاجوا انتو كهيك رائدات بمجال أعمال بلبنان لأنه بنهاية نحن عم نطعطى ببلد ظروفه صعبة وسياسة التحفيز للقطاع الخاص مش من هلأ من زمان غيبة برايكم منتابع منتابع حلتنا بالقسم الأخير من نهاركم سعيد وبدأرجع عيد نفس السؤال على يسر وعلى زكية اليوم الرائدات بمجال الأعمال أو أي حدا يعني يحاول أن فعلاً يكون رائد بالأعمال ويخد المجازفة اللي حكينا عنه وينجح شو اللي بيحتاجوا من دعم يعني هو أول شيء بحاجة كتير أشياء تنطلق من النفس وأول شيء وطبعاً من الفريق العملي اللي موجود حوالي وإلى آخره بس كمان بيأثر عليه كتير المحيط اللي هو موجود فيه البلد اللي هو موجود فيه الانفرستركتر اللي موجودة الأوانين اللي محطوطة تواجد بس أصلاً القطاع العام أصلاً يعني بالخدمات اللي هو مفروض تكون موجود اللي قدمها يعني نحنا اليوم منشتغل عن جد بأوضاع مننا مننا نور مننا طبيعية إن كان عدم تواب كل شيء بده يكون عن بتلاقيله حلول وهون بيجي عن جد أنه ندوّع على قديش القطاع الخاص باللبنان بعده عن بيقدر يعمل وينتوج وينجح وينجح ويكبه رم كل التحديات يوسع ويوظف ويدخل مدخول من بره يعني كل هالأشي يكون عم بيعملها بغياب كتير كبير لأبسط الأشياء اللي مفروض تكون موجودة هو عم بيلا إيلا لحلول هيدا الشيء طبعا يعني ينوه فيه بس إنه ما يكون منتسق إنه هيدا بالنهاية مش دوره هو مش دوره يلاقي بديلة الكهرباء بديلة كيف يدبر الأمن طبعا وكيف إلى آخره هيدا دور الدولة اليوم هي اللي تكون عم تعمله بس اليوم القطاع الخاص عم بينجح بمحلات كتير هو يسد هيدا الصغرات وأنا بعتبر وهيدا نحنا يعني استراتيجية تبعيتنا أنه اليوم كتير مهم القطاع الخاص يكون عم بيتوحد على مشاريع متشارك فيها الأهداف متشارك فيها مش لحتالي يكون عم بيزيه عجنب هو يعمل هو لازم يكون عم بيعمل شغله بس نحنا لازم نكون محددين كيف يكون عم بيعمل شغله شو هي السياسات اللي عم بحطها شو المشاريع شو أولويات شو هي الحاجات وشو هو الدعم وشو هي الحوافز مش هيك مادام زكية شو هي الحوافز الغايبة يلي نحنا بنسمع دايما 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 صرخة الصناعيين صرخة رجال الأعمال صرخة أصحاب المبادرات الفردية الناشحة بالقطاع الخاص لغياب سياسات داعمة وحوافز من قبل القطاع العام تحديدا من قبل الدولة تحديدا من قبل الدولة رح بلش لك من أول ما يقرر حدا يسجل شركة من هون ايه قدي الصعوبات ليسجل الشركة بعدين على المالية بعدين ما بدنا مع من ندل أصابع لا بس هيدا وقع أنا عم نحوق نحكي على المصاعب رح قل لك شغلة زي التامبر ورق البول وينو نحن اليوم شركة ناشقة معناتها شركة ناشقة بعدين ما عم تعمل مصاري مفروض يكون في اعفقات كتير لهذه الشركات الناشقة ما فيني أنا عملها مثل شركة متوسطة ولا كبيرة الحجم لازم بكل بلدين العالم الستارت أب أو الاسمئي إلى وينينا الخاصة ما بياخدوا مننا زيت التاكسي اللي بياخد بتكون عم تشتغل ليل ونهار لتوقف أنجع إجرية لتجي آخر السنة تدفع يا ربحية من جيبتها للدولة هاو دي لازم ينظرولون ما إلون زيت التاكسيشن سيستم ولا زيت الضمان الاجتماعي ولا أي شيء مثل هيدا اليوم نحنا حكينا كهرباء بتلقيلها بديل الماء بتلقيله بديل بس مرات أنت بحاجة يمكن لشهدة صناعية أو لورقة يلي أنت كل شغلك مرتكز عليها لا تبدأش تصدري لبرة أو بدك تسجلي اي بي حيامية الملكية في كليب وزارة الاقتصاد أو عايزة شيء من وزارة المالية وإذا المكتب يمسكر لسبب أو لآخر شغلك كله بيوقف مثل ما قالك تسجل كل شيء قدر لك يطاع الخاص من تلقاء نفسه هو يعمله من الأمن ولا الماء ولا الكهرباء ولا اللي هو قدر بعدين هو يفتح أسواق خارجية اليوم الدولة السفارات هي اللي بتأمن لك هالماتشنج هي اللي بتأمن لك أسواق برة بتجيب تدق بابك بتقلك أنت شو بتصنعي شو بتبيعي شو بتعملي بتبيعي هالشي مش أنت تدق بابا هي اللي لازم تدق بتبيعي هالشي أوكي في هيدا البلد في تريتي معون هيدا تفتحي واحد اتنين ثلاثة في هالمعرض روحوا شاركوا بهالمعرض كل هاوضي عام نقول يلي مفروض يعملونه وما عام يعملونه وهو اللي داعم أساسي للقطاعات والداعم أساسي بيضال في عندك حتى مثل ما قلت لك كل هالوزاريت وكل هيدا يلي عبيعطونا أشياء أنا بلا ورقة سجلتي جاي ما فيني أشتغل بلا براقب زمي ضمان ما فيني أشتغل وإلى آخره إلى آخره في كل هاوضي يلي عم بيكونوا عائق بس من تقدم هالشركات الناشة بس قديش إذا هيدا كان عن جد عائق وقديش بنعرف لبنان كل الفرد والمؤسسات بيدفعوا فاتورتين بكل شي قدي هيدا خليكن أنتو كسيدات رائدات بقطاع الأعمال الضاينو السؤال بده ينسأل اللي هو أكيد نادا في كتر شركات سكرين طيب ما ها فيه حلينا نحكي الحقيقة بكل القطاعات بكل القطاعات خدباتية صناعية كلها هلا لك هو ويرلد وايد السكسس ريت للستارت أب هو لو يعني وين ما كان لأنه مثل ما قلت بتعملي فكرة بركة تنجح ما تنجح صح بركة هو صاحب الشركة عنده نفس ما عنده نفس معروفة نحنا عنا هالسكسس ريت زيدة عليه كل هالفاكت كل هالعوامل اللي عنا إياها اللي عم يلعبوا ضدنا نحنا مفروض الدولة تلعب معنا تدفشنا لقدام مش تزيد يعني إذا نحنا تنقول السكسس ريت لنقول 50% بيفشلوا 50% بينجحوا نحنا هالخمسين اللي بينجحوا كمان عم بيسببولو انه ما ينجحوا بدنا عم بيزردك عم بيشتدوه ننزول بدل ما يساعدوهن مع العلم نحنا كالبنانية من زمان وجاء تعلمنا نحنا نشتغل ضمن الصعوبات وما في شي بردنا لورا لبل منتظل دايما نحافظ لقدام ونحنا منساعد بعض ودايما منلقي ورق راوض مشان هيكي تجمعتم مع بعضكم كاسايدات أعمال مشان هيكيوصر قدرت تضايني وتبلشي من فكرة وتكبري طبعا الدعم كتير أساسي يعني أنا حضرتك صدفتها لأستة أسمع هي أكتر النساء اللي بتدعم النساء الأخريات وبتعملهم بوش وبتخلي من ضمن الـ LWB وإلى آخر هاي دول كتير كتير أساسيات لحتى الوقت تحسي عم بيروح النفس بترجع بتتلاقي في ميني حفزك شغلي أنه يعني اليوم بفتكر كلاياتنا عنا فرص نترك البلد أنا من يوم أتخرجت وعلى كذا مرة بيجي كتير أترك لبنان ويقول أنا بأمن حالي بلها الطوش بلها الوجعة الراس ولدرجة أنه صار يعني هيدا أكبر هدف بتلاقي عند أي حدا عم بيتخرج أنه ناطر أو ناطر الفرصة أن تتلاقي الشيء لتكون وحتى أيام على معاشات كتير صغيرة وبسيطة بس أنه المهم يكون عم بيترك هيدا أيام وهالشي يعني بتطلقي بتلاقي فل أصحابك فل عائلتك المجتمع كله تغير وهون عن جد دور بإنه عن جد الكتاع الخاص كتير قوي بهذا الموضوع يعني اليوم نحنا شو اللي بيخلينا هون وبتطلع بقول فيه 350 شخص موظف هون بقي في لبنان قدرنا نعطيهم فرص أن يكونوا عم بيشتغلوا هون وعم بيعني يعني عيلوا عيالون وهذا الشيء بيأثر مش بس هني على مجتمعاتهم كمان وعلى مجتمعاتهم شو اللي كان فيه صوالقطاع الخاص اليوم كل ما قدر يشتغل بالطريقة المزبوطة أنه يخلق ضمنه إن كان الأجواء إن كان السياسات العمل إن كان أي شيء اللي الواحد بيكون عم يطمح لبرة لبنان نقدر نحنا نكون عم بطريقة ما نحافظ على هالشباب يكونوا موجودين وهني كمان يرجعوا ينطلقوا بأشغالهم بأعمالهم حتى بيعز الأزمة بال2019 اللي شفنا هونيك المصيبة وإنهيار سعر الصرف والطاقة وبطل في طاقة وسوء سوداء حتى درتوا الضاينو لك دائما الواحد يقول من بعد العتمة فيه ضوعة الأكيد وبيجع بقاللي مرأنا بكثير صعوبات ما فيه بنزين وما فيه كهرباء برجع بقاللي مين صلب أكتر رجل الأعمال أو سيدة الأعمال شو قولي عم بسأل أنا بدي أسمعه منكم اليوم سيدة الأعمال إجمالا دايما عندهم دعم واليوم ما نستحي التلفلك أو التلفنيلي تستشيريني إذا عندك اليوم مشكلة لسمح الله أو إذا عندك سؤال استشارة المرة بنرجع بنحكي على الإيغو بتسمع لحالة تلفين بتسمع لحالة تفرجي عن ضعفة لأنه إذا ما فرجيت عن ضعفك ما فيه كون عندك قوة واليوم النساء كلهم بيساعدوا بعض اللي عم بيصير في لبنين عم بيصير على الجميع وإحنا بهمنا اتنينتنا بسنا بصير العبق أكبر عليك على المرأة لأنه أصلا هي فيه أعباء مجتمعية ويعني إذا بديك أحكام قبل دي بيميزها نجاهية كانت تتعرق لها فكيف هلأ كمان المرأة عندها soft skills أكتر يعني بتقدر تمشي الأمور أكتر بتقدر تدور الزواية أكتر بتقدر تلاقي حلول أكتر وهالشي بيساعد لأنه اتضح اليوم بالأعمال قد منه مهم ال skills إذا أنت أهم مهنسي بالعالم مهمة كمان ال negotiation skills وال approach وكيف تحفز الموظفين وكيف تخليون يكون عندهم الانسنتفز اللي يشتغلوا بالشركة بالأوقات الصعبة هولي كتير مهمين مثلا تما نعمم كل السيدات اللي أعمل هيك أو كل السيدات اللي هو لأنه نحن ما منحب نعمل أوقات التسلط من الرجل والمرأة ما في أبيض وأسود لشان هيك هي صفات إنسوية أكتر من أنه المرة هي عندها دائما هالصفات والرجل يمكن الرجل يمكن يعتبر هيدولي يعني قيم أو ممكن أكتر بلاقوة عند النساء بس ما يعني أنه كل النساء هيك أو كل الرجال عكس هيدا الموضوع بس هولي الوقت نكون عم تحلى فيهم أثبت الوقت أنه هذا الشي اللي بيقطع المراحل الصعبة والتشالنججيز اليوم هذا الشي اللي بيسمح أنه يصير فيه عن جد بروبر تيم كولابوريشن لأنه لحاله واحد ما بيقدر يعمل شي وبيكون ناقص بمطرحة معينة لازم يكون منفتح بطريقة ما عنا نقدر نتقبل أو نقدر يكون عنا اشتراك أراء وهيدول اللي مرجع يعني هون إذا بدنا نعطي تقول لكل سيدة أعمال شو لازم تعمل تكون رائدة وفعلا بموقع قيادة على مستوى الأعمال في أمور لازم يمكن تتجنبها وفي أمور لازم تعملها مثل شو ما فينا نحكم على الرجل أنه ما بيستوعب وأنه المرأة هي مية بالمية بتستوعب لا فيه اثنين هو أهم الشي إن كان رجل أو مرأة أنه يقامنوا بحالهم ويقامنوا بالشي اللي عم يعملوه أكيد من بعد ما إيمانهم بأله ودايما أنا برأي برجع بقول نتطلع على المخاطر ما نكون معميين نحنا بنحب نكون متفاقلين بنطلع بنص الكباية المليان بس لازم نتطلع بنص الفاضي بس لنعملوه الدراسة ولحتى نتجنبوه إذا ما كدنا نحنا شفنا المخاطر على قد ما شفنا لازم نحنا ندرسوه نهودي لحتى يعني لقدام يكون معنا غير النجاح وإذا لا سمح الله كان فيه فشل نكون عارفين إنه ممكن يكون فيه فشل وعملنا خطة بديلة لهالفشل يعني إذا فشلنا بهون شو الشي التاني اللي منعملوه كو في بلان بي بلان بي مش هيك؟ ومتل ما قلتي أول شي نقدر يكون عنا لقابلية نكون مرنين إنه 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 نحنا تغير الواقع اللي نحنا فيه لأ نحنا قادرانين نقوى عنه نتأقلم نتأقلم نقوى عنه ونكفي ممكن مش متل استراتيجية اللي محطوطة الأولانية بس ما بنرجع بنحط استراتيجية تانية وتالتة حسب الأوضاع وهذا شي يعني تمرن عليه بلبنان قديش صبرته كسيدات أعمال يعني وعندكم مسئولية لأنه حلو الوعي اللي عم بينحكى فيه إنه في مسئولية مجتمع الزوء صغير معكم من ضمن الشغل هالشي اللي بنتو سوا إي وليك كمان ندى هو اليوم متل ما عم تقول يوسر بس تكوني شركة صغيرة عندك هالبرونة والليونة إنه تغيري أهون بكتير يعني فيك تتقل بإي كومرس ضغري إذا أنت كنت مثلا محل بس إذا أنت شركة كتير كبيرة أول شيء القرار كتير بياخد وقت وكتير صعب وكتير صعب بس إذا أنت لحالك فيك تقرر أو معك شريك أو اتنين فيكن على السريع تقرروا تكونوا قلبتوا كل شيء فإذا فيه كمانا أن تكوني شركة صغيرة ومبتدئة قادرة إنه تتأقلم إذا صار في وهيك ساعتها يمكن هيدا بيخليك تقدري تستمر أكيد وما تفشلي لأ بالعكس بتبلش صغيرة بتضاينة وبتكبري بشكل طبعا متوسط أو أكبر أنا إذا بدي أختم بالآخر كل هيدا اللي عم نحكي عنه بالدمان شغلكم إن كان بيوكلنا أو دون تليكم أو أي قطاع بالقطاعات الخاصة هيدا القصص الناشحة الساكساس ستوريز اللي عملتوه أنتو كسيدات كيف ممكن يساهم بشكل فردي وبشكل جماعي بأي تغيير بمجتمعنا ببلدنا لقدام على مستوى سياساتنا كدولة يعني هلأ ندا مثل هيدا البروغرام يلي عم يحضروا يمكن شي حدا نتحمس أو كان عنده فكرة براسه ترسخت أكتر الفكرة أو كان في شي بدو يعملو وزيادة عن هيك نحنا على طول أوبن كالل دبلو بي أو أنا على المستوى الشخصي أي حدا بحب يتواصل معي ديراكت عم بيفكر يعمل شي بدو يستشيرني بأي شي ومثل في كتير بالدومان طبعيك بأي دومان حيالة دومان ريليتد للبيزنس على قد ما أنا فيني فيد أنا مستعدة أي حدا بيحب يستشيرني وبرجع بقلك دايما بحيالة شي قبل ما نتفوت بمشكلة وبالغلط نسأل غيرنا يعني أنا بتلفن ليوسر بسأله سؤال شو قولك هاي مين ما تلفن لي أنا بساعده ونحنا هيك من قوي بعضنا ومن ساعد بعضنا ومن أول بلد يعني أنا مرأت بتجربة تسألين بقلك هاي انتبهي متى عملية هيك والعاكس صحيح تلفن بسألك شو رأيك بهاي ولا كيف بتشيري علي نعمل هاي دي ونحنا بالقل الـ WB لأنه أنا كمانا بورد ممبر ونحنا 700 ممبر كلنا كأنه باس كوميونيكان يلي عنده شي بيقدر يعمل شيرينج للبقوي لأنه نحنا بنعمل دايما لقاءات حدا بيطلع بيحكي عالسكساس حدا بيسأل حدا بيستشير كلنا بنساعد بعضنا وإذا ما ساعدنا بعضنا وضلينا عايشين بـ Island ما رح نتقدم وتتقولي 700 كلكن من السيدات يس في شوية ترجع شوية ترجع شوية شوية رسكتة عمد الكوريين بدأت توصل لتعمل لازم مية لا أنا برأي لازم مية بالمية سيدات لا انت بحاجة للرجل هذا تعصم داعم لا يمكن ما بتعف حسب يمكن لأني بتعطى بالشأن العام وبالسياسة وهيك فبر فشو بتكون بهذه الشغلة يوسر أنا يعني بفتكر كمان انه كتير فيه الشركة الخاصة فيها تبلش يعني هي عندها المجتمع الداخلي اللي لقيلها اللي فيها من خلال سياساتها تكون عم بتأثر على هذا المجتمع الداخلي بنصوصة لمرحلة كمان انه انه لا نحن فينا نكون عم نأثر أكتر من هيك كمان وهون نرجع للكولابريشن ولا نحن نكون عم نعمل نوع من يعني كل هالاتحادات اللي بتكون موجودة اللي للقطاع الخاص كتير مهمة خصوصة وقتها تجتمع على السياسات مفهومة السبب انه السبب طبعه وكيف دا تكون محطوط استراتيجية العمل طبعيتها هيدا الشيء أكيد مع الوقت مع الشغل المزبوط فيه بيؤدي لأنه نحن نكون عم نعمل ضغط اللي مطلوب اللي حتى اللي يكون عم بيتحصن السياسات العامة اللي موجودة انتو اليوم عاملين الكأنو كلوبي هل الوبي إذا من إذا لا إذا هالقدي وهالقدي ممكن كل حدا عنده قصده كل حدا عنده المشروع وكل حدا حقق شي انتو عم تعملوا لوبي اقتصادي اقتصادي اي اي لا ما هو اقتصادي انا عم بحكي تمكين اقتصادي للمرأة نحنا عم نمكن المرأة لحتى يكون عندها اللي هي أورادي ناجحة لحتى نزيد من حظوظ النجاح بس مش بس هي غيرها كمان يعني من أي حدا من برات الكلاب تبعكم بيقدر يلجأ لكم ويسألكم وتوجهوا وتساعدوا لأنه عن جد لازم لأنه في سيدات عم تسمع اليوم وفي ناس عم تتعرف على تجربة هي جديدة بالل الو بي اللي بيضمها المجموعة ياريت عن جد إذا من هون من عنا بتوجهوا أبال لأنه اليوم نحن عايشين ببلد الرجل والمرأة وحتى الأولاد بالعائلة بحاجة نبشوا عن إنيسياتيف تيعملوا ستوري طبعهم بمجتمعهم ويقدروا مكتفيين ويعملوا الـ identity طبعهم فأنتوا مفتوحة بوابكم للجميع أكيد مفتوحة وهون ندى كيف إليهم اللو بي دوت أورج اللو بي دوت أورج يفوتوا يبقى ومن هون يصير عندهم أكسس على كل الأكتيفتي اللي نحن بنعملها وين بيلاقوا أكتيفتي اللي هي هني بتعنيون بيقدروا يشاركوا فيها في مرات نعمل وابينارز أونلاين مرات نعمل جوين أنجروم نعمل اجتماع مرات نعمل باور براكفسد بيكون في عنا بريزنتيشن معينة حتى بيكون عنا بروغرامز إذا عندها شركة نشأة فيها تشارك بالبروغرام هالبروغرام فيه بحاجة للتوعية بحاجة العالم تعرف بيقلك شغلي نحن اليوم الـ direct beneficiary هي المرأة بس الـ indirect تكمل المجتمع الحوالية بتباليش بعيلتها وبتنتذهب البلدة وبالضايعة اللي هي موجودة فيها يوسر هل أي حدا لو ما عندن مشروع ناشئ بده يعمل شي بيقدر يتوجه كمان لا توجهون مثل ما بتنعمل الوريانتاسيون للطلاب بالمدارس كمان اليوم أفراد المجتمع خصوصا السيدات يلي بدون يساهموا إلى جانب الرجل بالحياة الكريمة بيتوجهوا لألكم كمان مظبوط مفتوح على كل مش ضروري تكون عندها بزنس ممكن تكون موظفة ممكن تكون تلميذة It's open وهي متل ما قال زكية أي شي حابة هي تكون عم بتلاقيه حتكون عم بتلاقيه يعني عن جد هيدا فعلا إذا هيك بينبنى عليه وبتصيرها 700 سيدة مع عدد من الرجال ممكن 700 إلا شوي بتتوسع بتوسع طيلا بيقوله البكار قديش هذا فعلا يساهم بأي تغيير ببناء فعلا مجتمع منتج فاعل وسليم مع نجاحات المبادرة الفردية أنا بدأ أشكركم على حضوركم اليوم وبالتوفيق وأنا تحمسة لنتابع معكم انتهت حلقتنا مشاهدينا لليوم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر